وإحنا في البطولات وإحنا في الفرحة النادي الأهلي ما بينساش أولاده شفنا كلنا بعد تتويج النادي الأهلي ببطولة 2003 بطولة الجمهورية شفنا كل لعب الفريق وهم لابسين تيشرت عليه زياد إهاب زياد إهاب حارس مرمى 2003 لتوفاء الله في هذا الموسم وكان من الحراس اللي احنا اتكلمنا عليهم كتير جدا هنا في برنامج الأشبال وكان حارس مميز لكن توفاء الله فكانت لحظة وفاء من لاعبي فريق 2003 إنهم يلبسوا التيشرت بتاع زميلهم وكمان النادي الأهلي كان حريص إن يكون والد اللاعب رحمة الله عليه يكون موجود في مباراة التتويج هو ده اللاعب زياد إهاب توفاه الله رحمة الله عليه النادي الأهلي وجه الدعوة لوالده علشان يكون موجود في مباراة التتويج مباراة حصول النادي الأهلي على بطولة الجمهورية موليد 2003 وهو ده النادي الأهلي اللي ما بينساش أولاده تعالوا نشوف والد اللاعب قال ايه عن النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم مرة تاني زياد طبعا الله ارحمه توفى بس كل ولاد الاهلي اولادي 2003 او 2005 او 2001 كلهم ولادي كل حد في الاهلي هو ابني وكله انا جاي النهاردة احتفل معهم وهم معاودين غياب زيزو والحمد لله وانا ببارك جل جمهوري الاهلي وببارك الفريد 2003 وكابتن شرف وكابتن خالد بيب وكابتن محمود الخطيب طبعا على رأس المنظومة كلها ومجلس الادارة والحمد لله طبعا انا عايز اشكر طبعا يعني كل كل المجلس دارة الاهلي وكابتن محمود الخطيب لغاية الان ما سابونيش لغاية الان الاهلي فعلا لانا انسى ابناء وكابتن محمود الخطيب كان وعدني ان هو ان انا قال لي ان هو زياد ابني مش ابنك والحمد لله على كل حال الكابتن محمود ما سابونيش والف والف مبروك الفريد 2003 اي طلب انا بطلبه ما بتأخروش عنه فيه بصراحة والكابتن خالد بيبو والكابتن سادة بحفيز معايا امتابين معايا اتقولوا في التليفونات والكابتن محمود كمان يعني كلمني بصفة شخصية كمان وهو قال لي ان زياد ده ابني انا مش ابنك انت وفعلا والله وقفوا بكل علو وزيادة كمان اي نعم انا متأثر طبعا يعني انا بالفترة اللي فاتت طبعا متأثر جامد امكان حالة النفسية طبعا بدأت تتحسن شوية عن الاول بس الحمد لله طبعا ولاده رقفة وميده اسامة وميده نبيل وابو الخير ومصطفى مخلوف وكلهم طبعا يعني اكن زياد بالزبط اللي موجود في الملعب وبتمنى لهم التوفيق ده عيبة كبيرة اوي اوي كل لعبة الاهلي لعبة كبيرة اوي هو ده النادي الاهلي وهي دي دايما لحظات الوفاء النادي الاهلي عمر وما بينسى اولاده شفنا كمان والد اللاعب النادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت كلها حتى بداية من رئيس النادي الكابتة حمود الخطيب للكابتة سيد عبد الحفيظ لكل المنظومة في النادي الاهلي فيه تواصل مستمر مع والد اللاعب رحمة الله عليه ودايما متذكره بكل خير